قبل ما أبدأ التصوير يا جماعة أشوفوا إش اللي طل علينا هنا يا الله ما أجمل منظر مع الجبل ما شاء الله تبارك الله طيب يا جماعة خير نبدأ مراجعتنا لـ VW Amarok هذه أول شيء السيارة اللي قلنا من فلكس واجن اللي ذكرته أو تكلمته معاي قبل وقلتوا ليش مفتاح هيشبه مفتاح فورد لأنه فيه تعاون بينها وبين فورد فهذا الشي يخلي السيارة تأخذها نتمنى اعتماديتها عالية إن شاء الله بالنسبة للمحرك اللي عليها 2.3 لتر 4 سلندر توربو يعطينا قرابة 300 حصان هي بالضبط 298 حصان ومرتبط بناء الحركة أوتوماتيكي 10 سرعات ونظام الدفع طبعا هي الدفع خلفي وأقدر أخليها الدفع الخلفي أقدر أخليها الرباعي أقدر أخليها دبل خفيف أقدر أخليها دبل ثقيل ودفلك خلفي وكل أمور هذه موجودة في السيارة الأنظمة المساعدة للقيادة فيها كثير يعني ما شاء الله فيها أكثر من 25 نظام من الأنظمة المساعدة للقيادة تحذير التصادم أمامي تحذير التصادم خلفي تحذير الخروج المسار اللي عادة المسار فرملة الطوارئ الرادار فرملة الطوارئ الخلفية ننظمة كثير موجودة في السيارة حتى نتعرف على اللوحات وتعلمك إذا أنك ماشي في طريق صح ولا طريق غلط كاميرا من أصل أربع كاميرات اللي تعطي رؤية 360 درجة حساسات أمامية حساسات جانبية حساسات جانبية خلفية وحساسات خلفية السيارة فيها نظام الأوتوبارك اللي هي الحالة تتصرف في المواقف حجم الجنوط 21 إنش رغم كذا السيارة والله مريحة عزلها ممتاز هذه من الشيء اللي حببتني فيها أنه العزل حلو المريحة أثناء القيادة غير كذا شكل السيارة أنيق يعني هذه السيارة ما عندي مشكلة أحضر فيها مناسبات أروح فيها مكان رسمي لأنه في سيارات بيك أب أو سيارات حوض خلونا نقول يتضح أنها حقت كرف لكن هذه لا والله هذه شيء أنيق تنفع كذا وكذا تروح فيها المخيم تروح فيها البر أو تطلع فيها تتمشى في الرياض أو في جدة أو وينما كنت اطلع غسلها وتمشي شكلها جميل السيارة رأيكم أن تعطونا رأيكم في التصميم قبل أن ننتقل لخارجية السيارة لداخلية السيارة حتى لو عندك مقطورة بتسحبها أو شيء ما عندك مشكلة وشبك الكهرب هنا أمورك طيبة 4Motion هذا نظام الدفع الرباعي من VW هذا وهنا والأفنتورا هذه أعلى فيها اللي هي موجودة معنا هنا طبعا بالنسبة للأسعار خلونا نبدأ فيها التانكي بالمناسبة 80 لتر واللتر يمشيها 11.6 كيلو ونصنف جيد جدا أسعار الفئات هي متوفرة هنا في السعودية بثلاث فئات عند وكيلها ساماكو بالمناسبة إذا تجربونها روحوا عند الوكيل وطلبوا تجربة قيادة الأسعار تبدأ شامل الضريبة شامل الضريبة 15% من 169 و999 إلى أعلى فئة اللي معاي 209 و999 بسم الله مقاعد جلد اسمها السافونا الجلد الموجود فيها هذا فيه تسخيم مقاعد بسم الله شفتوا شعار VW قبل شوي طلع تدعم اللغة العربية نظام صوتي هارمن كاردن تمان سماعات السنترلوك موجود هنا موجود في الجهة الثانية عندي هنا طبعا العدادات عبارة عن شاشة فيها قراءات كثيرة وعدادات كثيرة تحكم فيها من هنا وهنا مثبت السرعة ومحدد السرعة والحفاظ على المسار هذا الخاصية تحت لغيتها وشغلتها هنا تحكم مستوى الصوت وهنا تغيير التراك اللي يشغال الإضاءات وهنا المساحات وفيها أوتب معنا فيها حساس المطر هنا أيضا تحكم بإضاءات وكذلك عندي هنا الزر هذا اللي يفتح غط الحوض ويسكره القزاز المرايات المرايات تصفت كهربائيا الشاشة هذه اللي تدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو مثل ما تشوفون تدعم اللغة العربية من هنا أدخل على الإعدادات المركبة فيه إعدادات مفصلة لي هذه إعدادات كثيرة وقوائم طويلة للمركبة وكذلك الأنظمة المساعدة كذا تشوف هذه كل الإعدادات اللي يقدر أدخل عليها الصوت الراديو لاحظة مساعدة السائق إعدادات عامة العرض الساعة لاتصال الأوامر الصوتية السحب الإضاءة المحيطية حتى الإضاءة المحيطية أقدر أدخل عليها وعدل زي ما أبغى شغلها وطفيها كذا شغلتها هذه الإضاءة تشوف هنا هناك وأقدر أتحكم في درجة سطوع كذلك لما أجل الأنظمة المساعدة القيادة مثلا كل هالأنظمة التي تشوفونها تطلع الآن الأنظمة المساعدة القيادة في السيارة وكل نظام من الأنظمة هذه لو جيت تغطي عندي الحرف الآي يعطيني معلومات عنه بشكل أكبر وهنا مجموعة مختصرة للإعدادات وضعيات القيادة وأيضا لو جيت مساعدة سائق أنظمة مختصرة فقط وأقدر لو ضغطت إعدادات إضافية وداني للشاشة الأولى الآن لأن الشمس بدأت تغرب أشتغل معي النظام دارك مود في الشاشة ولا لو أقدر أن أتحكم أخليها شاشة عادية دي لايت مود وأقدر أخليها دارك مود وأقدر أخليها أوتوماتيك لأن هذه الحالة تصبح سوداء أو بيضاء عندي هنا خلوني أرجع للخلف أطلع من هذه هذه طبعا شاشة خاصة بنظام الملاحة عندي هنا شاشة التكيف والمناخ مستقل بين ساق و الركب ما شاء الله تبارك الله مكيفة حدث ولا حرج من هنا تحكم درجة حرارة المكتوب فيها إيقاف هنا تسخين المقاعد زر الفلشر هنا الأوتوبارك اللي يخلي سيارة تتحكم في المواقف هنا قائمة التكيف اللي يضغط عليها هذه عندي هنا اختصار أو يديني مباشرة للإعدادات اللي هي أوتو ستار تستب والأوتو هولد وأقدر أن أخصص وقتها اللي أبغى وهنا وضعيات القيادة عادي اقتصادي سحب زلق وحول وحفر وثلوج كثيفة وريمال شاحل لاسلكي وعندي أيضا منفذ 12 فولت منفذين يوس بي واحد تايب سي واحد عادي قاعد السيارة مثل ما قلنا عشر سرعات فرار الدبل هي الآن دفع خلفي هنا أوتو هنا فور هاي اللي هو هاي رينج دبل خفيف وفور ال لو رينج دبل ثقيل البريك الإلكتروني الدفلوك الخلفي تحكم بسرعة في منحدرات ومانع الانزلاق هنا ساعة التخزين نحط فيها اللي أبغى الدرجة حق السيارة حاملات الكواب وعندي أيضا هنا ساعة التخزين وفي الأعلى درجة النظارة والإضاءات الداخلية ما شاء الله خلونا نشوف في الخلف لما أجي هنا طبعا أول شي همني المقاعد الخلفية السعة بسم الله فأنا هذه المرتبة مضبوطة على مقاسي طولي مئة وعشرين بيني بينها قرابة أربع أصابع فجالس مرتاح هنا القزاز كله كذا الضغطة ينسح به الحال والأسفل وبسحبة يرجع يرتفع بشكل أوتوماتيكي اللعلى ما يحتاج لقودماسك الزر فتحات المكيف أيضا عندي هنا فيش كهربائي مئتين وعشرين بولت بحد أقصى 150 واط ومنفذ 12 فولت بجنبك والتكاية وفيها حاملات الكواب التكاية هذه فيها قفل مثل ما تشوفون يتحرك بحيثين لو قفلتها معا تنفتح اللي إذا سحبت هذا الحبل وفي نظام الآيزوفيكس لتثبيت مقاعد الأطفال أيرباقات أنظمة دفع أنظمة تحكم بالدفع منع انقلاق المكابح منع الانزلاق هذا تحذير أنه الباب مفتوح الخلفي الأيسر كذلك الأيرباقات المحيط بركاب تحذيرات التصادم وخرج مسار القيادة المتشتتة كل هذه الأنظمة موجودة في السيارة وقت أن نسمع منكم بعد ما شفتم السيارة بشكل سريع أعطونا رعاكم جئت المعرضة بوريكم لون ثاني من ألوان الأمروك هذا اللون الأزرق كخيار يعني اللي بغي يغير اللون طبعا هذه فئة الستاندر أقل شيء لاحظوا التغيير اللي هنا حتى في الحوض كيف وهذه البانا مريكانا شوفوا الجنود كيف جاي شكلها فيها من الخلف البارات اللي فيها نفس اللي صورت قبل شيء بس أسود ما هو كروم وهذه نفس اللي عندي بس لون مختلف اللي هي الفئة الأفنتورا